اشتركوا في القناة البروجسترون ده بيتفرز من الجسم الأصفر في أول خمس شهور بعد الخمس شهور الأولانيين بيبدأ الجنين طبعا حجمه يكبر فبيحتاج إلى تسبيت أكثر فبيحتاج إلى بروجسترون أكثر فيكون فيه مصدر تاني لبروجسترون اللي هو البلاسينتا أو المشيمة تمام؟ إذن بعد الخمس شهور الأولانيين بتبدأ المشيمة تفرز البروجسترون لتثبيت الحمل أو عشان تساعد الجسم الأصفر إن هي على إفراز البروجسترون طيب في أول خمس شهور قلنا إن البروجسترون بيجي من الجسم الأصفر فقط يبقى إذن لو حبيت أعمل إنهاء للحمل في أول خمس شهور لدي جرعة بروستاج لاندين عشان تعمل لي لائسز لي لي السيل بعد الخمس شهور الأولانيين طبعا البروجسترون بيجي من المصدر تاني غير الجسم الأصفر فقط يعني مش الجسم الأصفر فقط لا بيجي كمان من البلاسينتا يبقى أنا بدي ديكساميسازون مع البروستاجلاندين يعني بعد الخمس شهور الأولينيين لو حبيت أعمل إنهاء للحمل بدي ديكساميسازون مع البروستاجلاندين ديكساميسازون زي ما احنا عارفين ان هو بيخلي البلاسينتا بدل ما بتفرز برويستورون بتفرز استروجين اللي بيفتح لي الرسيبتورز بتاعة الاكستوستين على جدار الرحم وايضا اللي بيساعد على فتح السيرفيكس تمام طيب لو الجنين كان ميت لو أنا متأكد إن الجنين ميت يبقى أنا بدل ما بدي ديكساميسازون المفروض إن أنا بدي ايه بدي آآ استروجين مكان الديكساميسازون يعني ادي استروجين مع البروستاجلاندين. مانش متأكد يبقى او فضل برضو ان انا ادي استروجين مع الايه البروستاجلاندين بدل الديكساميسازون او ممكن اديهم التلاتة مع بعض. تمام? آآ طيب آآ انا عن نفسي بستخدم البروستاجلاندين في الاخر فترة من الحملة وانفرضنا مثلا قالك ان الناقة دي عدت الحمل بتاعها ان عدت تلاتاشر شهر ادكتورو ما ولدتش اه اديني حاجة عشان ايه تنزل الجنين او عشان تخلي الناقة تولد. يبقى اذا دي في اخر فترة الحمل او خلاص اه في قرب الولادة اه المفروض ان انا ادي ايه? انا عن نفسي بستخدم بروستاجلاندين مع اه مع استروجين وده بيجيب نتيجة ممتازة جدا. بروستاجلاندين مع استروجين 10 سنتي استروجين مع خمسة سنتي بروستاجلاندين وبروح اعاطي كمان سنتي بروستاجلاندين او نص سنتي كده في الميكوزة بتاعت الايه? بتاعت الفلفا. في خلال اربعة وعشرين ساعة وطبعا دي عن تجربة في اكثر من حالة في خلال اربعة وعشرين ساعة بتكون والدة لايه? الناقة. طبعا قبل ما ادي الكلام ده كله لازم امدي ايدي واشوف الاول الدنيا سلكة ولا لا يعني ما فيش تورشن يعني اتاكد ان ما فيش ايه? ما فيش تورشن. تمام? اه يبقى ازا ده عبارة عن ايه? البروتوكول بتاع انهاء الحمل في الايه? في القبل. اول خمس شهور بدي بروستا جلندن فقط. بعد الخمس شهور الاولانية بدي ديكساميسازون مع بروستا جلندن لو كان الجنين حي. لو كان الجنين ميت بدي استروجين مع بروستا جلندن. طيب لو انا مش متأكد ممكن ادي التلاتة او ان انا ادي استروجين مع بروستا جلندن. تمام? قبل الولادة مباشرة لو عدت المدة بتاعت الحمل ومولدتشي. انا عن نفسي بستخدم اه مع يعني تجربة نجحة ان انا بستخدم بروستا جلندن مع استروجين. تمام? عشرة سنتي استروجين مع خمسة سنتي بروستا جلندن. اي حاجة بقى استروميت ولا كله بروسترول اي حاجة من دي. اه بممكن ادي كمان سنتي اه سنتي بروستا جلندن في الميكوزة بتاعت الايه? الفالفا. ودي بتجيب نتيجة ممتازة جدا وسريعة. وبتلد الناقة في خلال 24 ساعة. طيب بالنسبة لتشخيص الحمل في الابل. يعتمد تشخيص الحمل في الابل اعتماد كلي على الاعراض الظاهرية. على الاعراض الظاهرية. يعني نسبة كبيرة جدا اه حوالي 95% من تشخيص الحمل في الابل بيعتمد على الاعراض الظاهرية الاونر بتاع الناقة هو اللي بيعرف اذا كانت الناقة دي اتعشار ولا لا طب بيعرف ازاي طبعا احنا عارفين ان فترة الحمل في القبل 390 يوم يعني 12 شهر او من 12 ل 13 شهر يعني معظم النوق بتعدل 12 شهر وتصل الى 12 ونص او 13 شهر ويممكن تزيد ليوم او يومين في حالة اذا كان المولود زكر يعني تمام بيعتمدوا البدو على ايه في تشخيص الحمل بيعتمدوا على او ظاهرة الشوال في القبل ظاهرة الشوال دي هي عبارة عن ايه هي ظاهرة ان الناقة بعد من 8 ل 14 يوم من التلقيح بتبدأ ان هي تقول الاونر انا بقيت عشار ازاي بترفع دي لها الفوق زي العقرب كده زي دي ل العقرب ما يبقى مرفوع الفوق ترفع الفوق وبتنزل قطرات من البول ما تعملش صوت ما تطلعش صوت خالص دي هت الناخل العشار وبيعتبروها عشار مية في المية تمام؟ والطريعة دي بتنجح بنسبة 95 في المية طب الخمسة في المية اللي هي التانية دي بتبقى نتيجة ايه؟ بتبقى نتيجة ياما سيستك اوفيريان ديزيز اللي بقى لان هو بيفرز بوريسترون وبيخلي الناقة تشول او ان صاحب الناقة ده ما هوش تريند اوي مايعرفش الظاهرة الشوال اوي تمام؟ فممكن يشخص تشخيص خاطئ او ان الناقة احيانا من الحالات اللي هي بتعمل شوال كاذب احيانا بمدي ايدي اقلاقي ان الرحم او التوهورن منكسفين حصلو منكسف تحت الايه؟ الفاجينا الول او تحت الفاجينا الفلور تمام؟ تدخل ايدك ما تلاقيش رحم خالص ما تلاقيش القرنين دول موجودين تمام؟ ولكن ممكن تحس بالسيرفيكس مشدود ولما تدخل ايدك تحت السيرفيكس كده وتشده بيروح ايه؟ بدأ التوهورن يطلعو لي من تحت الايه؟ من تحت الفاجينا الفلور تمام؟ طيب لو ما قدرتش ان انت تطلعو من ريكتل صايد يعني انت دخلت ايدك ريكتل وما قدرتش تطلع التوهورن تعمل ايه؟ تروح مدخل ايدك فاجينا ومدخل صبعك في الهورن تمام؟ وشدوا الفوق مطلعوا الفوق وعندما بطلع ايدك تاني ومدخلها ريكتل ستلاقي التوهورن وطحين قدامك ايضا ممكن لو انت تريند قوي ممكن تدخل ايه؟ الاسطرة المعدن في الهورن تمام؟ وتخلي ايدك برضو ريكتل والايدي التانية بتدخل الاسطرة وتدخلها في الهورن وترفعه الفوق بس طبعا بالراحة او جنت لي عشان ما يحصلش برفوريشن هيطلع معاك اللي ايه؟ التوهورن معظم الحالات اللي هي بتشول شواء الكاذب انا بلاقي فيها الكلام ده بلاقي التوهورن نزلين تحت اللي ايه؟ الفاجينال فلور ما عنديش تفسير طبعا للكلام ده ولكن انا يعني باربط ديب دي ايب اذا السيستي كوفيرين ديزيز ممكن يعمل شواء الكاذب زي ما قلتلكم نتيجة افراز البرويسترون في الليوتيل سيست الحالات اللي انا بشوفها شواء الكاذب برضو زي ما قلتلكم اللي هو انثناء التوهورن تحت الفاجينال فلور تمام؟ وممكن ايضا برضو من حاجات اللي انا شفتها اللي هي الادهيجن في حالات الادهيجن اما يكون في الادهيجن في الهورن او في الاوفري برضو ده بيخلي الناقة تشول او انا باربطهم الاتنين ببعض لانا حالات كتير بلاقي بلاقي اللي فيه مش كتير قوي طبعا بيبقى نسبة نادرة حكاية الادهيجن ده نسبة نادرة ولكن برضو بيبقى مرتبط بشواء للايه الناقة لشواء الكاذب للناقة تمام؟ طيب ايه تاني من العلامات الظاهرة او الظاهرية اللي هي بتخليلي اللي بتعرفني بالناقة دي عشار؟ مع تقدم الحمل طبعا بيظهر الهدوء على الناقة نفسها الحركة بتاعتها بتقل بتبدأ تنزوي عن القطيع بيبدأ البطن بتاعها تكبر حجم البطن بيكبر مع تقدم الحمل ويبتظهر حركة الجنين من الجهة اليمنى بعد الشهر التاسع تمام؟ ايضا حجم الضراء بيكبر بعد الشهر الخامس في البكارة بالذات في البكرية بالذات يعني ايه تاني ممكن نعمل او نحدد الحمل او نشخص الحمل بيه اول طبعا الحاجة المهمة جدا والحاجة الاكوريت والحاجة الاكيدة اللي هو فحص الصنار فحص الصنار بيتم بعد الشهر الاول تمام؟ بعد شهر من التلقيح وطبعا ده من انجح وادق طرق فحص الايه؟ فحص الحمل ايضا الفحوصات المعملية اللي انا بصراحة ما بطيقش فيها اوي لان فيه حاجات فولس بوزيتف وفولس نيجاتف كتير ايضا تمام؟ الفحوصات المعملية ده بتعتمد على اما نشوف نسبة البروجسترون في الدم وتعتبر طبعا واحد نانو جرام لكل ميلي ده نسبة ايجابية بالنسبة للحمل بداية من واحد نانو جرام لكل ميلي طبعا لوصلت لتلاتة بيبقى تمام؟ ايضا باستخدام الكتس الكتس زي اللي بنستخدمها فيه العبقار بنحط نقطة سيرم كده من الناخة اللي احنا عايزين نعرف اساكات عشار ولا لا على الكتس تمام؟ وننتظر نص ساعة لغاية ساعة ونشوف عليها لو ظهر خط واحد دي ما بتبقاش عشار لو ظهر خطين دي بتبقى ايه؟ بوزيتف وابتكون ايه عشار ايضا من الحاجات اللي بشخص بيها الحمل فيه القبل اللي هو تشخيص الحمل شراجيا الريكتال بالبيشن الريكتال بالبيشن طبعا لازم يكون حد ايه تريند قوي عشان يعرف ازا كانت الناخة عشار ولا لا في الشهر الاولاني طبعا صعب ان انا ادرك ازا كانت الناخة عشار ولا لا فانا ممكن الاقي على المبيض جسم اصفر واحد تمام؟ في حالة الشهر الاولاني من الحمل وممكن الاقي فلاكتويشن بسيط كده في الهورن اليسار طبعا زي ما احنا عارفين ان الحمل تسعة وتسعين في المية منه بيتم في الهورن اليسار وحتى لو حصل اوفيوليشن من الاوفري اليمين ونزل الاوفا في الفلوبيان تيوب اليمين وحصل ونزل الزايجوت في الهورن اليسار بيحصل ميجريشن للزايجوت للهورن اليسار عشان يكمل الحمل طيب في الشهر التاني في الشهر التاني ممكن نلاقي جسم اصفر على احد المبيض او على المبيضين ممكن نلاقي المبيضين وطبعا بيبقى فيه فلاكتويشن واضح في الهورن اليسار والرحم بيكون موجود في الهورن او عند في البيلفك كافيتي او عند البيلفك برم في الشهر التالت بيكون طبعا فيه فلاكتويشن كبير او واضح وحجم الهورن اليسار بدأ يكبر والرحم بيبدأ يتحرك بقى عند بداية الابدومين الكافيتي او عند البيلفك برم في الشهر الرابع بقى ما بقدرش ان انا اوصل لي الـ 2 ovaries تمام بيبقى السيرفيكس ستريتشد او مشدود على البيلفك برم والرحم بيكون قدامه في الابدومين الكافيتي في بداية الابدومين الكافيتي كده وحجمه ايه كبير ولكن اقدر احوط على معظمه يعني في الشهر الخامس والسادس طبعا ما بقدرش احوط على الرحم كله ولكن ممكن اقدر المس اجزاء من الجنين او المس الجنين وطبعا السيرفيكس بيبقى مشدود على البيلفك برم في الشهر السابع والتامن بقدر المس بقى بسهولة ايه اجزاء الجنين راسه او اطرافه تمام مع ملاحظة ان السوائل الرحمية بتكون قليلة عن الابقار وعن الحيوانات التانية تمام السوائل طبعا بتحس ان العملية نشفة مفيش سوائل كتير في الرحم في حالة الابل في الشهر التاسع زي ما قلنا قبل كده ان حركة الجنين حركة الجنين بشوفها بسهولة من الناحية اليمنى تمام بداية من الشهر الحداشر بيبدأ حجم الدرع يكبر وطبعا حجم البطن بيكون واضح قدامي مش محتاجة بقى ان انا افحص وفي الشهر الاثناشر بتظهر بقى علامات الولادة زي تورم الشفرطين وارتخاء الاربطة وكبر حجم البطن والدرع تمام وطبعا الحركة بتاعتها بتقل يبقى قليلة ايه جدا ان شاء الله حنتكلم في التسجيل الصوتي اللي جاي ان شاء الله عن نقص القصوبة في الابل الانفرتلتي وحنتكلم على الهرمون الكوزيس او اسباب نقص القصوبة او اذا كانت هرمون الكوزيس او باتولوجيكا الكوزيس او مناجمينتال اندينوتريشنا الكوزيس وهنتكلم في التسجيل الصوتي بتفصيل على اللي هو اللي جاي على طول على الهرمون الكوزيس او السيستيك اوفيريان ديزيز تمام الى ان نلتقي في التسجيل الصوتي القادم ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة